طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة شاهد هذه الحلقة من أولها لآخرها ماذا يحدث في العالم النهاردة هنقول لكم كلام مهم جدا اللي بيحصل في العالم باختصار من مظاهرات بدأنا نشوفها في عدة دول في عواصم العالم المختلفة دول عربية ودول أوروبية ومظاهرات في ولايات في أمريكا إيه اللي بيحصل في هذه الأيام تابع هذه الحلقة من أولها لآخرها واضغط على زر الإعجاب لايك وانشر هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن شفنا مظاهرات في دولة تونس وموضوع مظاهرات تونس كان عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وعدم توافر سلع معينة وحط ميت خط تحت موضوع عدم توافر سلع معينة وشفنا المظاهرات انتقلت إلى العاصمة باريس نفس المطالب وكانت منذ ساعات قليلة الناس عايزة ترفع الأجور بتاعتها في غلاء في الأسعار مظاهرات رأيناها في ليبيا حتى الناس في غزة بيشتكوا من ارتفاع الأسعار أيضا في العراق شفنا دعوات لتخزين الطعام في أماكن كثيرة على مستوى العالم دعوات لتخزين الطعام ومظاهرات لنقص السلع الأساسية فماذا يحدث في العالم الآن اللي بيحصل دلوقتي على مستوى العالم إن في خطة كبيرة جدا لتجويع العالم هذه الخطة اللي بيقودها المؤسسة التي تحكم العالم المؤسسة التي تحكم العالم المؤسسة السرية اللي كلنا بدأنا نعرفها هي اللي بتمارس هذا الموضوع من تجويع الشعوب والضغط كل الضغط فكر كويس هل تستطيع دول العالم أن تتحد وتحل أزمة الطعام وارتفاع الأسعار الإجابة نعم ولكن مين اللي بيسيطر مين اللي ماسك مفاصل المال واخد بالك لما بنقول المال بنخش في موضوع يعني غريب جدا إن أنت تفهم إن المال هو الورق فدي معلومة غلط أنت هتفهم معناها وقت المجاعة وقت ما يحصل الجوع والأوراق اللي معاك تبقى عبارة عن ورق ملوش أي قيمة والأعور ومن معه مسكين زمام الأموال الحقيقية اللي هي الأموال الحقيقية اللي هي الزهب هتعرف معنى إن اللي معاك مش أموال ولذلك تلاقي كل دلوقتي الدول على مستوى العالم عارفين إن المال الحقيقي الزهب والاقتتال هيكون شارس جدا جدا على جبل الزهب لأن من أقوى الأسباب إن الناس هتكون فلست الناس هتكون مش معاها فلوس وما أقول فلوس أقصد بيها المال اللي هو الحقيقي الزهب ولذلك زي ما الشيخ أحمد الجهري لو تفتكره اتكلم وقال إن دلوقتي الأعور الدجال بيجمع الزهب منذ أكثر من أربعين خمسين سنة الزهب اللي على مستوى العالم بيتم تجميعه وأول ما بيتجمع هذا الزهب بكمية كبيرة جدا تعرف إن الأحاديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها إن الدجال هيبقى معاه جبال من الطعام طيب محدش هيقدر يوفق صاده يعني مفيش طعام يقدر حد يجيبه أصاد الدجال في ذلك التوقيت الإجابة لا ليه؟ لأنه سيطر على المال الحقيقي الصروات الحقيقية المعادن زي الزهب والفضة وغيره علشان كده لازم تعرف إن الفترة القادمة هتشهد مظاهرات بازدياد وهيبقى العنوان الرئيسي لموضوع هذه المظاهرات الطعام الأكل الشرب الإحتياجات اليومية البسيطة يعني مفيش ناس هتطلع تبحث عن الرفاهية وبدأت الأمور دي تظهر في دول أوروبا بدأنا نشوف إن فعلاً الناس بدأوا يعرف وضعهم وبدأوا يعرفوا صعوبة المرحلة في الناس في فرنسا بيعملوا مظاهرات عايزين يرفعوا الأجور عشان يكلوا ويشربوا لكن مفيش حد بيعمل مظاهرات دلوقتي من أجل الرفاهية داي فهمنا إن إحنا دلوقتي في سنوات أو في بدايات مقدمات سنوات الجوع إن لم نكن قد دخلنا في سنوات الجوع التي تسبق الدجال خد بالك في ناس كتير في القنوات بتقع في غلطة كبيرة جداً إن هو بيحدد بيقول إحنا الآن بدأنا في سنوات الجوع واحد تاني يطلع يقول لا لسه بدري على سنوات الجوع الحديث واضح بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام إن يصبق خروج الدجال بسلاسة سنوات سنوات جوع يصبق الدجال سلاس سنوات فيها جوع طيب هل أنت تعلم متى سيخرج الدجال يعني لو خرج الدجال بعد سنتين يبقى إحنا بقالنا سنة شغالين في سنوات الجوع لو الدجال هيخرج بعد سلاسة سنوات مثلاً يبقى إحنا لسه في أول سنة من سنوات الجوع لو هيخرج بعد خمس سنين هيبقى إحنا أصلنا لسه سنتين عشان نبدأ في سنوات الجوع فإذن تحديد أن أنت تقول إحنا في سنوات الجوع أو لا طبقاً للحديث يتوقف على معرفتك متى سيخرج الدجال ولا أحد يعرف متى سيخرج الدجال بتوقيت دقيق لأن كلها اجتهادات فلازم تاخد بالك بالنقطة دي إذن الذي يتحكم الآن في الاقتصاد العالمي هو الأعور واحد يقول لنا طيب إزاي الكلام دوت هو حر طليق لا هو ليس حر وليس طليق والكلام اللي إحنا بنسمعه إن الدجال ويعني موضوع تقييد الدجال وموضوع إن الدجال حر طليق ده يدل مع احترامي للجميع عدم دراسة الأحاديث والجامع ما بين الأحاديث بطريقة سليمة وصحيحة يعني أضرب ليكم مثال إزاي الناس بتفكر غلط في موضوع إن الدجال حر طليق ويقولوا كلام يتنافى مع ظاهر الأحاديث طبعا الناس تستشهد برواية ابن صياد إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن فيه أنه هو الدجال إذن الدجال هو حر طليق صح كده هوت طيب هل بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن كان هذا الرجل اللي هو ابن صياد هو الدجال هل بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت أنه مقيد يعني إمتى كان تاريخ الحديث بتاع تميم الداري وإمتى في نفس الوقت الحديث بتاع ابن صياد تواريخ الحديث أيها الأحباب مهمة جدا لتحديد ونحط النقط فوق الحروف يعني في تصوري أن حديث ابن صياد كان حديثا سابقا لرواية تميم الداري وتميم الداري عندما قال أنه مقيد في جزيرة حديث في أعلى درجات الصحة فإحنا عندنا ظاهر الأحاديث تدل أنه مقيد واحد يقولك طيب ما ممكن يكون زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال يظهر في كل مع كل نبي وكل نبي بيحذر منه كلام دا صحيح ومظبوط ولكن في نقطة مهمة جدا هو الرسول عليه الصلاة والسلام أقر تميم الداري أنه مقيد في عصر النبوة ولا أيام موسى مثلا في عصر النبوة فإذن قد يكون الدجال حر طليق على مدار الأزمنة وقيد في مرحلة لاحقة بعد ذلك أيام ما أخبر تميم الداري وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام إذن إحنا أمامنا حديث واضح جدا بيتكلم أن الدجال الآن مقيد في جزيرة في مكان لا يعلم هذا المكان إلا الله سبحانه وتعالى مقدر شقول أنه هو حر طليق لأنه قلت أنه حر وطليق يبقى أنا بأيد الفكرة الغلط اللي بتقول أن الدجال يظهر قبل الإمام المهدي ولذلك يعني ننتبه لهذه الأطروحات البعيدة عن سياق الأحاديث النبوية الشريفة بعد قليل حلقة من العيار السقيل حلقة هامة جدا بنكلمكم فيها عن التفاح بارك الله فيكم أيها الأحباب انتظرونا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته